قبيل الحرب الروسية على أوكرانيا قال الصينيون لبوتين إن صداقتهم مع روسيا لا حدود لها وما إن اندلعت المعركة حتى بدى الموقف الصيني الرسمي منها واضحا لم يطلق مصطلح غزو على العمليات العسكرية للجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت ولا يتغير نأمل أن تلتزم الأطراف المعنية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بحل الخلافات من خلال المفاوضات ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف ومنع استمرار تصعيد الموقف وبينما يرى المسؤولون الصينيون توازنا في ذلك الموقف بدت التغطية الإعلامية الصينية للحرب الروسية على أوكرانيا أكثر ميلا إلى الامتناء عن إدانة موسكو مباشرة في أحد الفيديوهات ظهر مراسل قناة صينية مرافقا للقوات الروسية واصف تقدم الانفصاليين في الجبهة الشرقية بأنه تحرير وانتصار غير أن هناك في الصين من لا يرى في الموقف الرسمي من الأزمة الأوكرانية مصلحة للصينيين على الرغم من أن العلاقة بين الصين وروسيا هي الآن في ذروتها فإنها لم ترق بعد إلى تحالف سياسي وديبلوماسي وعسكري لقد اقترف أحد الطرفين فعلا لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا ولا يجب الإضرار بمصالح الشعب الصيني في كل مرة طالب الغرب فيها بيجين بالالتزام بالعقوبات المفروضة على موسكو خاصة بعد إشاعات تتعلق بتعاون اقتصادي وعسكري بين الجانبين كانت بيجين تعلن رفضها للعقوبات التي تراها أحادية الجانب وتحذر من المساس بمصالحها وشركتها جراء تعاونها مع جار روسي تقيم معه علاقات طبيعية كما تقول منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وامتعاد الصين مما تقول إنها معلومات أمريكية مضللة لتشويه سمعتها خلال الأزمة ظلت الولايات المتحدة أكثر من توجه له الصين الانتقادة خلال الأزمة وتلقي باللوم على واشنطن في تأجيج نيران الصراع ناصر عبد الحق الجزيرة بيجين